رجعنا لحضراتكم مرة تانية وزي ما قلت لكم في البداية الحلقة النهاردة فيها كتاب مهم جداً ما بزول فيه جهد كبير جداً سواء في الكتابة، سواء في التحضير، سواء في أعداده وهو كتاب أمه كلثوم وسنوات المجهود الحربي للكاتب والباحث الأستاذ كريم جمال والحقيقة إنه الأستاذ كريم اختار فصل مهم جداً من فصول حياة كوكب الشرق أمه كلثوم في مسيرتها الطويلة جداً والنجحة جداً وهو توثيق الرحلات الوطنية اللي قامت بيها خارج مصر والدور الوطني الكبير اللي قامت بيه أمه كلثوم واللي لعبته أمه كلثوم في تاريخ مصر وتحديداً بعد النكسة وسواء داخل مصر أو خارجها الحقيقة كانت بتدعم البلد بشكل كبير جداً كانت بتحشد بصوتها أعداد وملايين الحقيقة إنه المجهود الحربي في مصر في الفترة دي كان لها دور فيه بشكل كبير جداً على المستوى الإنساني والاجتماعي والفني والسياسي ونقدر نقول إنه صوته أمه كلثوم كان سلاح فعال لمواجهة أثار 67 هنعرف أكتر من الأستاذ كريم عن الرحلات دي هنعرف أكتر عن دورها العظيم هنعرف أكتر عن التضحيات الكبيرة اللي قدمتها وعملتها وعن الحشود اللي حشدتها علشان تقدر تعدي ببلدها حبيبتها الفترة الصعبة اللي مرت بيها